اشتركوا في القناة وعين المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويرعاه وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها على جلالته وعلى شعب البحرين الوفي والأمة العربية والإسلامية بوافر اليمن والخير والبركات كما عبر سمو رئيس الوزراء في برقيته عن اعتزازه بقيادة جلالة الملك المفدى الحكيمة لمسيرة الخير والتقدم والنماء في بلدنا العزيز وبما يواصل جلالته تحقيقه من إنجازات كبيرة لخير ورفاه شعبه الوفي المحب لجلالته داعيا سموه المولى عز وجل أن يحفظ جلالته وأن يصبغ عليه منفور الصحة والسعادة وأن يرفع عن جلت قدرته وعن بلدنا الحبيب والبشرية جمعاء جائحة فيروس كورونا كوفيد تسعة عشر وكفة تبعاتها السلبية وإننا لنثق بأن بلدنا الحبيب وفي ظل قيادة جلالة الملك المفدى الحكيمة لقادر بإذن الله تعالى على تخطي كفة آثار وتبعات هذه الجائحة وقد بعث حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وأعرب جلالة الملك المفدى عن بالغ شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على برقية سموه المهنئة بعيد الأضحى المبارك داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموه وهو ينعم بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى مملكتنا العزيزة وشعبها الكريم والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يرفع عن البشرية جمعاء هذا الوباء ويسبغ على عباده نعمة الصحة ترجمة نانسي قنقر